موسيقى هذا فقط مصنع واحد من المصانع ورأيتم حجم الإنتاج الوافير ورأيكم في مخزل أمامكم آلاف الأطمان توزع يومياً الخلل هو أولاً فيه مضاربة ووزارة التجارة مع إخواننا في سلطات الأمنية واقفين لهم بالمرصاد وقلتها ونعيد نكررها أي تاجر أي مضارب سيتم ضبطه سيقدم سيكون أول واحد يتقدم على أساس مضارب إلى العدالة الخلل الثاني هو سلوكات استهلاكية على المواطن يشرق بالربعة بياداً بالخمسة بياداً باستة بياداً يومياً يومياً رأنا نضخه أكثر من ألفين طن في مختلف المحلات والأسواق وإحنا الآن حطينا تعليمات لجميع الموضارات أن الأوليات تعطى ما يسمى بلسيفيرات يومياً سيفاس